كل غلط الدنيا بترتكبه إذا بتفكر مجرد تفكير إنك إذا مش ملحك تدرس أو مش ملحك على مصاريف البيت أو مش ملحك على الأمراض اللي فيك هو بسبب عوامل الطقس أو الجو أو قلة المال أو قلة الوقت هذا أكبر خطأ اللي انت بتواجهه هو قلة البركي يعني معظمنا عنا دخل ومعظمنا عنا الوقت ومعظمنا ربنا عطانا جسد سليم ليش هيك بصير معنا؟ لأن نحن مش عارفين كيف نستجلبها اليوم أنا جايب لك طريقة بترفع من كرامتك وشرفك وعزك وبتبارك لك في مالك وأولادك وصحتك وبتدخلك الجن بإذن الله خليك معاي بعد البوم علشان تفهم إيش وهس يلا على البوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوي شوي أصدقائي أنا حسان بدران لو أول مرة بتشوفوني بتمنى أنكم تدعموا القناة باشتراك وبلايك وبتعليق أي شي اكتبوا اكتب لي مثلا الله يوفكك اكتب لي مثلا اكتب لا إله إلا الله بالتعليق لكن هاي التعليقات بتدعم الفيديو بتكل ليوتيوب هذا مفيد فانشروا يلا اكتبوا أي شي خلينا نفوت في الموضوع أنا جايب لك فعلا طريقة تعزك وترفع قدرك يدخلك الجنة وتبارك لك نبدأ بالترتيب عشان نفهم إيش هو الموضوع الله سبحانه وتعالى في هاي الدنيا جعل شيء مهم اسمه الكسب والبركة تمام؟ هاي البركة علشان إحنا نحصل عليها لازم نفهم هي وين متواجد في شيء وبأي أشياء أنا بعملها بأخذ هاي البركة يعني أحيانا بتكون موجودة في أشياء محسوسة ملموسة تمام؟ شيء أنا إذا كربت عليه بتبارك تخيل؟ ربنا قال في القرآن يعني هذا مش حسن كاعد هيك يعني اقرأه بتشوف فهاي الأشياء إذا أنا بقرب منها بتبارك وبتبارك شو معي؟ وفي أشياء إذا أنا بذكرها أو بعملها يعني بين وبين نفسي بتبارك أو بتتبارك أموري مثلا لما ببر والدي ربنا ببارك لي في أموري صح؟ هذا مش شيء محسوس يعني أنا مش شيء رحت علي لمسته لأ يعني برّت والدتي مثلا قلت له أنت يا حلوة يا أمو يا قمار شو أخبارك يا حاج والله منور والله مسيطر على الجو كله لأبوك مثلا فتحس أنه هاي البر وهي الطعوة وهي اللطف ببارك لك أمورك لكن في أماكن في العالم كحجر كشيء يعني كشارع مثلا بتروع عليه الله سبحانه وتعالى ببارك لك طيب بس هيك؟ لا هاي الأماكن من بينها في مكان ليس فقط هو ولكن يشع منه تخيل بركي حتى لو ما وصلتوش وفقط اقتربت منه أو اجتهدت تعمل شيء وانت في داخله أو حواليه أو تعمل علشانه شيء طبعا تشوفوش انتو الإشي معقد سراح تشوف كديش الإشي بسيط وكديش رح توصلك المعلومة وتقول أوه فعلا يعني هذا المكان لو أني في داخله عقدة عقد زواج الله سبحانه وتعالى ببارك هذا الزواج يعني مثلا وأنا في داخل هذا المكان نويت أني أعمل واحد اثنين ثلاث في حياتي شيء في حياتي الله سبحانه وتعالى ببارك لي هاي الخطوات اللي بدي أعملها طيب أنا مش في داخل المكان يعني مثلا مش متيسري معاي أروح أنا مجرد إني أعمل لأجل هذا المكان خدمه الله سبحانه وتعالى ببارك لي نبدأ في الأماكن اللي الله سبحانه وتعالى باركها نفسها جعله مبارك رح تحس انت اللي أنا بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت هاي الكعب الشريف مبارك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة في مكة يعني مبارك هو نفسه مبارك لذلك تنتبه لما ربنا بيكرمنا ومنزور الحرم المكي أول ما بتشوف الكعب بتحس قلبك بهتز معظم الناس دموعة بتنزل خلاص فيه شيء مش عادي بتحسه فيه شيء بشع منه حتى إنه بالفعل يرى من السماء قديش إنه المكان نفسه بده ينفجر من النور اللي هو فيه والبرك اللي بتحسها فيه فالحجر نفسه مبارك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا ولذلك لما بتروع على المدينة المنورة كمدينة نفسها كمدينة نفسها تجد إحساس غريب من نوعه في المدينة كلها يعني لما بتكون في مكي انتبه لما بتكون في مكي عند دخولك للحرم ورؤية الكعب تجد شيء مش طبيعي أما معظم الناس بل كل الناس تقريبا ترى في المدينة المنورة شيء غريب حتى أهل المدينة الوطاف شيء مش عادي تشعر والله بعد ما بترجع من العمر أو الحج بظل في روح مش طبيعية فيك من المدينة وحتى ثمر المدينة بتحسه مختلف كل شيء في المدينة بتحسه مختلف لأنه تشعر فيها بركة ولكن المدينة المنورة الله سبحانه وتعالى بيقول في الكرآن الكريم وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ شوف شيء مهم جدا 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 في هذه الآية تنتبه له وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ليش مش للمسلمين؟ للمؤمنين؟ للعالمين هذه الأرض ألا وهي بيت المقدس هذه الأرض بوركة فيها للعالمين لذلك تجد شيء غريب تجد من يحكم بيت المقدس يحكم العالم يعني الذي يسيطر على بيت المقدس هو الذي يسيطر على كل العالم وبيده كل شيء في العالم ترى يعني عسكريا إعلاميا اقتصاديا إيش بتتخيل بيكونهم سيطر مبارك فيها للعالمين فهي نقطة مهمة جدا ممكن تقول بس والله يا حسان انت بتحكي مع مين يزلم هاي البركة للناس اللي بتصلي وبتصوم بتزكي أنا عندي خطايا كد الدنيا أنا أبصر شو أنا لو شو ما أعمل من أجل المسجد الأقصى ومن أجل الكدس عالفاضي البركة فيها بالنص الكرآني للعالمين لا للمسلمين ولا للمؤمنين فإنت اعمل من أجل الأقصى أو اوصل للأقصى أو روح الكدس أو اخدم الكدس والأقصى تصلك للبركة إلك منها نصيب وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى بقوله كلنا منعرف الآية في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله كل ما حول المسجد الأقصى وكل ما يدور حوله وكل ما يمتل بصلة مبارك إياك اتفرط في هاي الجزئية اللي بدي أوصله إنه عندك باب واسع بإنك تكون مبارك وقتك ومالك وأولادك وحياتك وصحتك ونفسيتك كل شيء عندك ممكن يتبارك بمجرد إنك تربط بالمسجد الأقصى المسجد الأقصى إذا بذلت من جهدك في حياتك إذا بذلت من عطائك إذا بذلت من تفكيرك إذا بذلت من نفسك وروحت إذا عملت أي شيء من أجله يبارك حياتك باب واسع الناس غافل عنه يا أخي المسجد الأقصى بعز شرفك ويرفع شأنك ويدخلك الجنة ويبارك حياتك بمجرد إنك تخدمه وبمجرد إنك تحط قدام عينك هدف وتحط إنه هذا أغلى ما أملك الأقصى شرفي وشرفك الأقصى يعد شرف المسلمين جميعا الأقصى ليس للفلسطينيين الأقصى لجميع المسلمين لا تكل للعرب وين العرب ولا تكل وين الفلسطينيين ولا تكل وين المقادسي ولا تكل وين الغزازوي ولا تكل وين الأتراك ولا تكل وين الزعيم الفلان ولا غير المسجد الأقصى للألفين مليون إنسان المسجد الأقصى لثنين مليار المسجد الأقصى عزنا وشرفنا طالما المسجد الأقصى ليس حر والمسجد الأقصى يتعرض لإهانات والمسجد الأقصى يدوسون سجاده بأحذيتهم ويدنسوا كل يوم بدخولهم بخروجهم طالما الأم لن تجد بركي ولا عزي ولا شرف أكثر مجموعة في العالم إحنا 2 مليار وأكثر مجموعة في العالم عندها لاجئين وعندها ناس متهدين وعندها ناس تغتصب نساؤهم وعندها ناس متبهدلي هي هاي المجموعة وأكثر مجموعة تمتلك المال وأكثر مجموعة عندها من الخيرات والثروات هي هاي المجموعة 2 مليار ولكنها مبهدلي ومهاني لأن المسجد الأقصى اللي هو ملكها ومطالب إنها تحتفظ بي وتحافظ عليه مهان وليس في يدها فكل شيء بإيدها من دون بركة ومهان اجتهد بإنك تبذل كل جهدك للمسجد الأقصى وللكدس وراح تشوفي البركة وأنا مسؤول عن اللي بقول لك يا تنسوا ليش من دعائكم بتمنى إن قدرت أوصلكم الفكرة سامحوني إذا أخطأت وألقاكم في الأقصى قريباً وتشرفون على فلسطين سامحوني وراح ترجع يا ابن فلسطين إصحى إحنا المنتصرين إصحى 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 إ